متتبعي متتبعات قناة المفكر المغربي سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في لقاء جديد وموضوع جديد وحلقة جديدة من حلقات عالم الجريمة ولكن قبل من بدأت الحلقة لا بد نشكركم جميعا على المشاركة ديلكم في القناة والثقة ديلكم في القناة والدعم ديلكم لها وكنت من أي وقت شاهدت الفيديو يشارك في القناة وشكرا جزيلا للجميع القصة ديليومال العنوان ديالها سامير يقتل زوجتها كيف لما كان هو مدينة سيدي سليمان اللي هي مدينة صغيرة كتواجد بجهة الربات سالة القنيترا وهي مدينة كتواجد على بعد أقل من 80 كيلومتر عن مدينة القنيترا الزمان هو عالفين وتزاة عاش السنة ديلك السيفريقية اللي يضيع فيه حكيم زياش ضربة جزاء أمام منتخب البنين في الدور الثاني وشكون مازال عقل على هذه القضية أو على هذه الدربات الجزاء اللي يضيع زياش الجاني سامير السنة 47 سنة الحالة العائلية متزوج لمهنة هو إطار عالي وزارة الفلاحة الضحية هي بوثينة السن ديلك 40 سنة الحالة العائلية ديلك متزوجة لمهنة ديلك أستاذة العلاقة بين الضحية والجاني هي أن الجاني سامير هو زوج الضحية بوثينة البطل الحقيقي هم عناصر الشرطة القضائية فيما نقول دائما سواء كنتمي للسلك الدارك المالكي أو السلك الأمن الوطني فكلاهم كيستحق منا كامل التقدير والإحترام والجزير الشكر والإمتنان عن الخدامات الجليلة اللي كيقدموا في محاربة الجريمة والقبض على المجريمين وإحساس المواطنين بالأمن والأمان والإتمئنان والبطل الثاني فالقصة هي الخادمة ديال سامير وبوثينة اللي غد نسميها ساء السادية فالقصة الجريمة ممكن أي واحد ارتكبها في أي لحظة مهما كان لمستوى التقافي والعلمي والتعليمي دياله مهما كان لمستوى الاجتماعي دياله خدام أو ما خدامش أي إنسان ممكن ارتكب جريمة ففي لحظة غضب أو لحظة الطيش أو لحظة تعصم هو أي لحظة ممكن لواحد يدير في هالجريمة لذلك الإنسان لا بد يكون ديما محطط أثناء هذه اللحظات ويحاول تتملك العصاب دياله وفي هذه القصة غد نعرف علاش وكيفاش واللي الأحداث ديال هاكت تبدأ من واحد النهار في الصباح السادية اللي هي الخدامة عند سامير ومرطبوتينة دخلت الدار وهي تشوف بركة أو ضايا ديال الدم وغوطت لرب اللي خلقها وجمعت عليها الجيران من اللي جاءوا الجيران ودخلوا الدار ولقوا سامير مضروب وطاح وبقي فيه الروح ومرطبوتينة مضروب وكلها دميات وميتة الجيران عيطوا على البوليس اللي جاءوا العين لمكان وعيطوا على سيارة الإسعاف اللي دات سامير الاسبطار وعيطوا على سيارة نقل الأموات اللي نقلت ضحية بوثينة لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ديال مدينة قنيترا البوليس داروا المعاينة ديالهم في المعاينة ديالهم لاحظوا بأن الباب ما فيه حتى كسر والباب ديال الدروج ما مهرس موالو وأي واحد من الشرجم وآلو حتى واحد فيهم ما فيه شد هريسة ولا شي حاجة قلبوا الدار والقوح الجنوية مخبية في الحمام ديال الدار البوليس من اللي سألوه المعاينة ديالهم تاصلوا بسيد لوكيل عام لجلالة المليك لدى محكمات الاستئناف المختصة ترابيا وعطاهم سعليمات بناء على دكش اللي اللي لقوا في المعاينة وقل لهم ديروا سامير تحت الحراسة الطبية وطنطل الخدامة السعدية فالمحضار ديالها كاتقول السعدية أن ابو ثينا وسامير بتايخقين فيها وعطوها الساروز ديال الدار كاتتخليها وقت مبغات وكاتخرج منها وقت مبغات وبالنهار الواقع جاد مع الصباح تقريبا لعشراء كالعادة ديالها حلات الباب ولقات سامير مضروب وطيح في دمه وما زل فيها الروح ولقات بوتينة ميتة وصدايا ديال الدم غوتات وتجمع عليها الناس وعيطة البوليس كاتضيف السعدية وكاتتقول بلي هي امرأة مطلقة عندها بنت وعندها ولد وكاتتعيش مع اباها وامها وخدمتها هي أنها كاتتخدم في الديور عند الناس والدروف جابتها تخدم عند سامير ومرأة ابو ثينا اللي كيعملوها مزيان بكل احترام وتقدير وكي يثقوا فيها وكاتتقول سديا أن سامير رجل مزيان ورجل رزين وهادي ومسالم ونفس الشي كينطق على ابو ثينا اللي احتهيها هادي امرأة مرزنة امرأة صبورة امرأة قد اديها فضارها وبلي العلاقة ديالها مع رجلها هي علاقة جيدة ما فيها مشاكل وما فيها نزاعات على حسب دكش اللي كتشوف بنتهم أما سامير من اللي فق من الحالة الحارجة اللي كان فيها ومن بعد مطبيب سمح للعناصر الشرطة القضائية يشوفوه يهضروا معاه من اللي سولوه لبولي تشنوقح قال ليهم في الجواب دياله من اللي جويها الربعاء أو الخمسة ديال الصباح تخل عليهم واحد السيد ومن اللي عقد به المرحومة بوثينا خرجت تشوف أشكين شدها وقتلها ومن اللي اسمع هو صهات الصداع خرج ولقى المجريم اللي يضرب بوثينا و تشد معاه ضربوا ذاك المجريم وهرب من بعد ما حاول يقتلوا هذي هي الصريحات ديال سامير هذي الرواية ديال سامير ما دخلتش للشرطة القضائية للدماغ وخصوصا السيد ولي الامن اللي قررت تصنط له براسه سامير من بعد ما قال السيد ولي الامن نفس القصة اللي قال العناصر اللي استوجبوه من قبل بدع له السيد الوالي بالأسئلة الأسئلة اللي خلت سامير يعتار في السيد الوالي من بعد منهار وبذكي بكي الاعتراف ديال سامير جافيه ما يلي أنه في حدود عفوا أنه في حدود الساعة الجوج الليل ديال الليلات الفاجعة وقع خلاف بين سامير ومرات بوتين وهذا الخلاف تطور وبيلي مع شنو كيفاش دار حتجاب جنوية وضعن بيها مرات مرحوم بوتين عدة طعانات وما وقف حتى مت وهنا تندم مع هالحال ونفتح القوس ونقول لكم باش تعرفوا بللي أن لحظة الغضب أو لحظة التعصب أو لحظة الطيش ما كدوم غير بضع دقائق أو بضع ثواني وكتبوا الليل مخلي من مراه غير الندم نكمل القصة ونحن بحث من المحادي ونحن جهة ونحن وصل لها حتى طاح ونحن قرب يطيح عفوان ودى الموس وخباه في الحمام ديال الدار ورجع البلاس تدرس وطيح تم فين لقاته للخدامة السعودية اضلاع اعطي رفخ للشرطة القضائية تنفي السعادة وملة دار المحاضر ودو سامير ودار اعادة تمثيل الجريمة وتقدم السيد لوكيل العام لجلالات المالك اللي استنطقه وحاله على قاضي التحقيق من بعد هدس الجلسات والتحكم على سامير من بعد الحكم على سامير خرجت لخدامة السعودية وقالت فيها تصريح ديالها بلاي انها هكذا حمد ربي وقد شكروا من اللي بقى سامير عايش حتى اعتارف بالجريمة دياله واللارة كانت هي غدي تكون المشتبة فيها رقم واحد باعتبارها الوحيدة اللي عندها السؤال تم البعض مالين الدار وقد ضيف السعودية في تصريح ديالها بانها هكذا تشكر عناصر الامر الوطني اللي عاملوها معاملة حسنة ودوا هالطبيب ذيك الساعة وعطوها الخاطر حتى قلت لهم كل شي وما كان عليها لا ضغط لواله حتى توصلوا للحقيقة وقد ضيف انها ديك ليام كاملة ما كانتش كتنعس وكان كيجي عندك شي بالليل بحل لخوف مشات عناصر الطبيب النفساني وارضت عليها الحالة ديالها من بعد مما شخصها خرج لها الدوا وبدأت السعودية كتنعس بالدواية الله يشافيها احنا الصلاة القصادية اليوم نتمنى تكون فيها عبرة لكم ولنا جميعا وتاخدوا منها دروس والعبار وتعجبكم نتمنى تشاركوا في القناة ودعمها وشكرا جزيلا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى لقاء قريب بحول الله